فينكو سام في النادي الاهلي بالشأن حاجة مهمة جدا تعرفين الاهلي كان عنده طبيب نفسي اللي هو الدكتور أحمد أبو الوف والطبيب ده كان مش من النادي الاهلي وما كانش فيه اتفاقه ومش الراجل فيه جزء شايف انه الطبيب النفسي مهم جزء في النادي الاهلي شايف انه الطبيب النفسي مهم جدا جدا ولازم النادي الاهلي يحفظ على الفكرة دي انه يبقى فيه طبيب نفسي فيه الجهاز الفني وفيه جزء تاني شايفين انه ما كانش ديها جدوى الفترة اللي فاتت وحتى لما كان موجود دكتور رحمة ربقاء كان فيه بيبقى مشاكل وازمات في الفريق فمش هو مش قصة انه احنا يبقى عندها دكتور نفسي وخلاص ده جزء وده جزء انا رأيي انه لا مهم 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 الكل اللي عنديه وكل الفرق وكل المجالات لابد ان يكون هناك طبيب نفسي مع اي جهاز فني واي نادي واي منتخب في مصر لابد لابد فكرة انه نتعامل برضو مع الحاجات دي انها شكلية انها تكملية كده انها وجاهة ده برضو موضوع خاطئ تماما يعني انت لو انت نادي اهل شايف الدكتور احمد ابو الوفاق كانتش موفق مسلا ما عملش دوره بشكل عظيم فشوف واحد يعمل دوره بشكل عظيم شايف الدكتور احمد ابو الوفاق كان عامل دوره بشكل عظيم بس هو اللي سامنا فمش خلاص مش هنجيب حد غيره لأ هتحد غيره مسلا يعني ده رأيه برضو والاهلي اكيد قدرة كإدارة لجهاز فني باللي محتاجينه قلت لكم مبارح في النص كده انه صحيح الاهلي مأجل الصفقة الجديدة او الزيادة ليناير اللي هو اللعب الاجنبي سواء جناح او مهاجم ليناير ده الاعلان الرسمي ده الاهلي اعلانه بشكل رسمي بس انا قلت لكم انه الاهلي لو قدر يتطفق او او يجد المهاجم او الجناح الاجنبي الجيد هيخلص معادي الوقتي مش هيستنى اليناير بس بشارة انه ولاي بس هو اللي شغال الاهلي بالمناسبة حط خمس لاعبين قدام مرس الكولور المبارح قالوا له بص انت عندك خمس لاعبين ترجع من سوسرا خلص اجاستك وعندك خمس لاعبين منهم تلاتة محليين احمد عمين وقفة مهاجم امبي وعبد الرحمن البنوبي لاعب زد ومهاجم اخر محلي برضو بس الاهلي تحفظ على اسم نغير ان فيه اتنين اجانب كمان مرشحين لتدعيم هجوم النادي الاهلي ولسه في مرحلة بحث السيفيات بتاعتهم وعرضهم على مرس الكولور انا هو وانت هو الاهلي لسه ما خلص صفقاته في الصيف والايام بيننا الاهلي لسه ما خلص صفقاته في الصيف وتصوري وتحليلي وتوقعي ان الاهلي عايز يشتغل بهدوء بس فقال لنا كلنا ايه يا جماعة بصوا وقولوكوا ايه حفش اتجيب العيب تاني احنا في يناير عشان تسيبونا بقى مركزين بقى واحنا هادين كده ونعرف نشتري ونتفوت بالروح تعملناش دوش عشان نقف نركز بس لو الاهلي خلص يومينه هتلاقيه اعلى ببساطة شديد طيب